ولا كان عاجب كابتن محمد صلاح مجمز زمالك الصادق أهلا بيك يا كابتن أهلا بيك يا كابتن سيك يا كابتن الحمد لله حضرتك عمرين الحمد لله كويس والله إيه رأيك في الأول آه خلينا نبدأ من الآخر يعني إيه رأيك في سامسون يكمل مع الزمالك ممكن نشوفه متقلق في الفترة اللي جاية ولا لا شوف حضرتك هو لعيب كرة والفيديو اللي هي شفناه كويس نصفه ماخدش فرصة في إقدارة حكومة عليه ويمكن حتى المطشين اللي لعبهم لعب عدد قرال جدا من الدقايق وجابهني كل مباراة مطش كل مطش مباراة كويس لكن هو الرجل كان بينه مشتات أو عند كان دايما نقوله مش جاهز ويتمرأ لواحده وإنت عندك جهاز كبير لازم تجهز كل العيبة لأنك هتحتاج لأن ما فيش قيد يعني كابتن محمد هو مكانش جاهز ولا كان قصوري اللي مجمده بأصد لأ مجمده طبعا حضرتك بتمرأني كل يوم أو أنا بتمرأ كل يوم إذا مش هو أجاهز وحضرتك لما جيه وجيه عبدالله جمع وجيه عبدالشاف وليه كان بيمرانه لوحده هو كان عنده عيب عنيد قوي وفاكر نفسه أنه هو فوق الجميع مع أنه هو لازم يقعرف أنه هستخدم كل الأدوات اللي عنده من اللعيبة فلازم كان يستفضلهم لي وبقى فيه بينه وبينه محبة فيه ناس ما كانش بتحبه وهو ما كانش تحب ناس فكان بعيد كان فيه حق وكره يعني آه كنا لسه منتكلم في الموضوع ده مع الحاجة عامر حسين وغالبا الأجانب يبقى عندهم حتة دي يعني آه آه التاني حاجة هو ما يعني أنت تمرني وتخليني فت وبعين تحكم علي في المرعب ده ما حصلش بالنسبة للعيبة دي خالص آه هو ده مش آه ما يرجعش من الإعارة يمشي فلان على فكرة هو كان حاطف محمود علاقة في دماغه آه وكوزني مشى أن محمود آه بيزق بسرعة وآآ ياخد النظار بعدين ما لعبش بعدين ما لعبش المرش اللي بعديه ومشدة بينه وبين الجهاز فكان في بعض اللعيبة فيها توطر في العلاقة اللي بينه وبين بعضهم آه آه طيب أنا عايزة أسألك سؤال كابتن محمد هو دلوقتي لو اللعب في الفترة اللي جاية دي مع الزمالك بشكل أكبر من السابق هل ممكن نعتبره فعلا صفقة جديدة ممكن فعلا يعني حد زي حضرتك كده شايفه أنه ممكن فعلا يتقلق في الفترة اللي جاية طبعا لو ده عام الكواش هيبك يعني هو مع السيف الجزيلي وآآ وآآ ناصر منفي هيعمل التفرة في ناحية هجومية آه وهو جاي مشتاء لللعبة هتاخد منه أقصى حاجة هو يقدر يعملها لي وعاز يزلط للناس اللي فاتت أو سوريا أو الكمهور أنه هو الظلم صح فكل ده الحاجات دي كلها هتواصلحت الفرق هتواصلحت الناس هتواصلحت كلها تبقى عليه آه طبعا وخلي بقى لك ما فيش حاجة بيجيب كون صدفة إلا ما يكون عنده موهبة بيتمرن عليها ويمكن هو زي ما قلت حواكف في أقل وقت جاب جنين ودي ما بتحصلش مع ناس كتير يعني فينا واحد ممكن يناعب حشر مرشات ما يجيبش كون فدي ممكن تكون معاكة عنده المفروض ما اعتمدوا اللي بيجازل معاه يتغوار له اللعبة ده هو بقى يزلط للناس اللي هو كويس إيه رأيك في فكرة تأجيل أزمة رفع القد لنهاية الموسم ده ما فيش فلوس أعتقد أو آآ آآ احنا عندنا مشاكل مالية بيرة جدا ربنا كون فرعون المجلس آآ حيسدد ايه ولا ايه وأنا قلت عشان كده احتمالات إن ما يجيبوش مدرب أجناب عشان ما فيش فلوس يعني هم عنتهم آآ حوالي 82 مليون أصد اللعيبة أو المرتبات آآ المستحقات المتأخرة آآ أو تجديد آآ 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 فيه حاجات كيف تانية يعني آآ النشيئين والآآ الفنادق فيه حاجات كتير أو ما تفعش إليها فلوس فممكن يقول إن المقدمة دي يكمل غاية من غاية آخر الموسم بإذن الله يعني حضرتك مع اتجاه مجلس الإضافة أه طبعا ما فيش فلوك السمع يعني نازل ترفعه بالسرد أنت قدر الإمكان لك ماعتقدش إضافه يستدده كل ده في ست شهور أو شهرين يعني أخذ رأيك في المنتخبنا الوطني مبارح شفت مبارح المنتخب إزاي شايف لقاءنا مع سير اليون إزاي في ليبيريا شوف المتشبت وصعبة ومبارح يعني هي رسالة للناس أو الفرع التانية إن منتخب مصر جاي النتيجة في إيجابيات في رغبة إن انت تكسبي في رغبة إن انت تجيب جون واتنين واتناطة واربعة والحمد لله ممكن السلبيات بعض اللعيبة بعد خمسة وستة عايزين يجيبوا جون يعني نوع ملقانية بس نوع حميد مش وحش السلبي الجماهير اللي ما بيجيش عايزيني عرضنا بجيش دي حتى نباري عاربت إن التذاكر بقى بتلاتين جنيه وما حدش بيجي وما سيب بيجو في النصرات الجامدة أو المهمة لكن اللعيبة دي عازت يبقى آآ حواليها جماهير مصر كلها زي ما كنا في الأول أيام كابتة حسن الشحاتة فأنا ماشي المنتخب ماشي على خطة سليمة رغم المشكلة البسيطة اللي حصلت في السلاسل استبعت آآ وده رغم إيه فندم؟ رغم إيه؟ استبعاد التلاتة العيبة في آخر مباراة آآ اللي هو يعني عشور وإحسن الشحات وطريق حامد آآ آآ والراجل خاد قرار مشو عندك كل الناس تلتزم بيه بعد كده آآ شايف النهائة كانت مستهلة يتم استبعادهم ولا لأ برضو من وجهة نظرك قالك عدم الاستبعاد إيه؟ استلوك حضرتك واني مراحت عندنا في ذات قالك علشان ما كملوش التمرينة يعني فكانت تستاهل معاقبتهم بالاستبعاد آآ أنا اشتغلت مع جانب يا سامت آآ لأجانب لو أنت كسرتي أو يعني مش عجبك الوضع أن أنت ما تلعبيش آآ ممكن يستبعي لك خالص آآ ده في كل المجالات يا كابتن محمد مش بس في الكورة ماشي يا ريت يا ريت يعني آآ 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 ممكن واحد مصري يخاف أو يقلق ما ياخدش القرار ده صح لكنه يخده عشان يعمل الالتزام ونظام للفرقة آآ وهو عارف إن آآ هو محتاجهم ممكن مصري جاي فك على آآ ديقاف بتاعهم ويرعبها عادي يعني صح آآ أنا بشكرك جدا يا كابتن محمد كابتن محمد صلاح نجمينادي زي ملك السابق بشكرك شكرا جزيلا طيب آآ خلونا دلوقتي آآ طيب ترجمة نانسي قنقر